بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل وبالتعاون مع المركز الثقافي الروسي أقام المركز الثقافي العربي بكفرسوسة في جماشق معرضا لكتاب الطفل بعنوان أدب الأطفال وكتاب تعليم الأطفال هذه الكتب إضافية لمنهج الرئيس الموجود في جمهورية العربية السورية هناك بعض الكتب مترجمة بعض الكتب مترجمة بالصور غير بالكلمات وبعض الكتب والدفاتر التعليمية خاصة بتأهيل الأطفال ورفع مستواهم كل هذا نقدم كهدية الجميل أنه يعرض كتبان لها علاقة بثقافة الطفل باللغة الروسية أغلبها باللغة الروسية وأغلبها يأخذ الصيغة التعليمية الجميل أن يفتتح معرض يهتم بثقافة الأطفال وأن يكون تعليميا والجميل في هذه الكتب أنها تأتي رافدا للمناهج التعليمية باللغة الروسية ولمن يتعلمون هذه اللغة الجميل فيه أنه يغني مكتبة الأطفال أو المكتبة العامة لأبنائنا ويمكن الاعتماد على هذه لتنمية وتعزيز الثقافة باللغة الروسية لدى هؤلاء الأطفال هذا المعرض جدا مفيد يقدم أفكار جيدة لنا من أجل تطوير على مستوى مناهجنا الذي نحن وزارتنا ووزارة التربية عامت دائما في سعي لتطوير هذه المناهج وهذه فرصة للاستفادة من الخبرات في الدولة الروسية المعرض الذي يستمر طوال الأسبوع الجاري استهدف دارسي اللغة الروسية والمهتمين بالثقافة والأدب الروسي اشتركوا في القناة